أطراف داخلية واخرى خارجية تحاول الضغط على قيادة الحزبين الرئيسيين للبارتي واليكتي بتخطي المرحلة الراهنة والمضي بتشكيد الحكومة المقبلة إضافة إلى مطالبة الإطار التنسيقي بضرورة الإسراء بحسب مرشح اسم رئيس الجمهورية ووسط هذه الضغوط لم يحدد إلى الآن أي موعد نهائي لعقد اجتماع بين القوى الكردستانية للاتفاق فيما بينها حول منصب الرئيس بكل صراحة الاتحاد الوطني يجب أن يكون حذرا من مسألة التحالفات المستقبلية لأن الإطار التنسيقي لن يستطيع تشكيل أي حكومة سوف تصمد لمدة أكثر من شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة أشهر لن يستطيع الإطار التنسيقي تشكيل حكومة من دون التيار الصدري حتى لو شاركت فيها سيادة وشارك فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني لذلك بكل صراحة هناك الكثير من التطورات فيما يتعلق بالعلاقة بين الحزبين بين البارتي والاتحاد الوطني وعند ذروتي يبلغ التنافس بين الحزبين للطفر بمنصب الرئيس بالرغم من كل حوارات واجتماعات الفترة السابقة التي جرت في أربيل والسليمانية بين قادة ورؤساء الأحزاب الكردية لم يتغير الموقف فيما يزال الاتحاد الوطني الكردستاني متمسكا بمرشحه الوحيد برهم صالح الولاية الثانية لرئاسة الجمهورية في حين يتمسك الديمقراطي هو الآخر بمرشحه ريبر أحمد أن يتفاهم الحزبان الكرديان الرئيسيان في قريم كردستان العراق على مرشح واحد وإلا الذهاب بمرشحين أو أكثر في هذه المرحلة سوف تؤثر على سياسة إقليم كردستان العراق في العاصمة بغداد حيث سوف تكون هناك تجاذبات البينية بين إطار وكذلك بعض الأحزاب الأخرى وفي خضم صراع القوى السياسية المتمثلة بالإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة نفى البارتي حصول إي اتفاق بينه وبين العامري والحكيم والحلبوسي بحل البرلمان والإبقاء على الكاظم والذهاب لانتخابات مبكرة من أربي البشيرة الحسن قناعة الفلوجة